حيث تابعت قواتنا الباسل عملياتها العسكرية في ملاحقة العصابات الارهابية المسلحة وتصدت وحدات من جيشنا الباسل لارهابيين حاولوا الدخول الى قرية ضهرة عبد الربو في منطقة الليرامون واوقعت العديد من القتل والمصابين في صفوفهم في حين دمرت وحدات اخرى اوكارا وتجمعات للارهابيين في محيط السجن المركزي وذكر قائد ميداني انه تم ايقاع قتل ومصابين في صفوف ارهابيين حاولوا التسلل من الشمال الغربي الى قرية ضهرة عبد الربو التي اعاد اليها بواسل جيشنا امس الامن والاستقرار واضاف انه تم خلال عملية التفتيش للقرية تفكيك مئات العبوات الناسفة وضبط اسلحة وذخيرة متنوعة بينها قنابل اسرائيلية الصنع عدد من السيارات المزودة برشاشات ثقيلة واشار القائد الميداني الى ان اعادة الامن والاستقرار الى القرية واحكام جنودنا البواسل السيطرة عليها سيسهم في قطع امدادات الاسلحة والذخيرة من الريف الشمالي الى الارهابيين المتحصنين في منطقة ابي زايد باتجاه الجندول اضافة الى منع الامدادات من اتجاه حريتان والكاستيلو وافاد مصدر مسؤول في حلب ان وحدات من جيشنا الباسل واصلت عملياتها في ملاحقة الارهابيين في منطقة المعامل بالليرامون واوقعت قتل ومصابين في صفوفهم فيما دمرت وحدة ثانية تجمعات للارهابيين في دوار الجندول وكميات كبيرة من الاسلحة والذخيرة اما في محيط سجن حلب المركزي اوقعت وحدات من جيشنا الباسل قتل ومصابين بين ارهابيين ادمرت عددا من تجمعاتهم ومن اوكارهم في محيط مخيم حندرات واليات كانت بحوزتهم في حين تم القضاء على اعداد من الارهابيين قرب مطعم عالم السحر على طريق حلب ادلب واشار المصدر الى ان واحدة من جيشنا الباسل دمرت وكرا للارهابيين في قرية الزيارة القريبة من مطار منق واوقعت جميع من فيه قتل ومصابين ومن بين القتلى شامل عيسى متزعم احدى العصابات الارهابية المسلحة الى درعا حيث استهدفت